موسيقى مشاهدين أحياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه التغطية المباشرة والتي نبدأها بمناقشة آخر مستجدات الساحة الليبية مع السيد محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الذي ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من تونس أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا عليكم سيد محمد مجلس النواب يقرر تجميد المادة الثامنة من الاتفاق السياسي ما أثار تساؤلات عديدة حول مدى جدية وقدرة مجلس النواب على الالتزام بالاتفاق السياسي كذلك ما حدث مؤخرا من زيارة رئيس حكومة الوفاق السيد سراج إلى حفتر في مقر إقامته بالمرج كيف تقرؤون المشهد في ظل هذا الارتباك السياسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أولا كثروا الحديث حول تعديل الاتفاق السياسي ولعل من المفيد جدا أن نختصر هذا الموضوع في نقاط أساسية محددة ليست خاضعة للتحليل ولا للأراء الشخصية هذا الاتفاق السياسي ينص على أنه ساري المفعول ومتحقق النفاذ من تاريخ توقيع أطراف الحوار عليه وبالتالي أصبح لدينا ثلاث أجسام رئيسية تولد من هذا الاتفاق بشكل جديد وهي البرلمان بشكله الجديد وبانضمام المقاطعين والمجلس الرئاسي ومجلس الدولة بالتالي لا يمكن لأي طرف من الأطراف تعديل أي شيء في هذا الاتفاق السياسي إلا وفقا لما ينص عليه الاتفاق نفسه وهو الشريعة المتعاقدين هذا الاتفاق ينص على أنه في حالة رغبة التعديل يتم التوافق فيما بعد بين مجلس النواب في شكل الجديد ومجلس الدولة بألية منصوص عليها أما الآن فليس أمام الأطراف إلا أن تدخل في هذا الاتفاق ومصادقة البرلمان على هذا الاتفاق تعني أنه قبل الالتحاق والدخول من ضمن هذا الاتفاق فبالتالي هذا الأمر حتى وإن حدث فهي غير جائزة قانونا وهذا باتفاق كل القانونيين بالتالي الأمر محسوم فيما يتعلق بالمادة الثمانية وأي مساس بأي شيء في الاتفاق فهذا يحبط الاتفاق بالكامل ولعل الراعي لهذا الاتفاق وهي بعثة الأمم المتحدة قد بيّنت صراحة باسم مبعوتها أنه لا يجوز المساس بهذا الاتفاق وحتى وإن تجرأ البعض فإن هذا التعديل لا يعني شيء نعم طيب في تصريح سابق لكم سيد محمد قلتم أن زيارة السراج لخليفة حفتر أمر غير مقبول في حال اعتبار حفتر قائدا عاما للجيش الليبي أما إذا كانت بهدف التواصل مع أطراف الصراع والذي يعد حفتر أحدها فلا بأس منها هل كان السيد السراج في حاجة للذهاب إلى المرج وهو من المفترض أنه القائد الأعلى حسب الاتفاق السياسي كذلك باعتقادكم هل تعتبر هذه الزيارة خطأا سياسي من قبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وقد ترسل رسالة سلبية عن الحكومة أولا إضافة بسيطة للفقرة السابقة وهي الحقيقة أريد أن أهمس بها في أذن كل عضو من الأعضاء المحترمين في مجلس النواب أن يضعوا مصلحة ليبيا هي العليا الحديث عن المادة 8 تتعلق بشخص ومماطلة البرلمان في قبول الاتفاق ورفضة للمادة 8 الأمر الذي يسبب انهيار هذا الاتفاق وهو المخرج الوحيد أمامنا يعني مع كامل احترامي للأعضاء مجلس النواب أنهم يضعون مصلحة ليبيا كلها في كفة والموقف من شخص أو أشخاص في كفة ليبيا أكبر مننا جميعا وأكبر من الأشخاص نحن مهما يكون من تقدير لبعض الشخصيات وبعض الأطراف لكن لا يمكن أن تكون فوق مصلحة الشعب الليبي بالتالي هذه نقطة أحببت أن أنبه إليها وأنها تاريخيا ستتسجل على كل من قدم التعلق بشخص على مصلحة الشعب الليبي حتى وإن كان هذا الشخص مقبول من بعض الأطراف المصلحة الوطنية العليا تستدعي إبعاد أي شخصية جدلية النقطة الثانية ما يتعلق بالزيارة التي تمت من قبل رئيس المجلس الرئاسي والتي أتارت جدل كبير جدا الحقيقة أنا قلت هذا ولازلت أقول أن في الأصل كما بدأ عام أن التواصل يكون مع أطراف المشكلة وأن الجلوس يكون مع أطراف الصراع وبالتالي إذا كان هذا التواصل هو خطة ممنهجة وسلسلة من اللقاءات يقوم بها المجلس الرئاسي مع كافة أطراف الصراع فهذا أمر مقبول ونحن في مرحلة حرجة جدا وقد نتفهم هذه الزيارة لكن ربما تقرأ هذه الزيارة في التوقيت والزمان والمكان وأبعادها وتأثيراتها نحن لا شك نرى أن هذه الزيارة لها تأثيرات سلبية على كل المساعي التي يبدلها كثير من الخيرين وكثير من العقلاء لتقريب وجهة النظر ولتسهيل القبول باتفاق الاسخيرات ومخرجات هذا الاتفاق بالتالي لدينا وجهة نظر عبرنا عليها وهي أننا كنا نتمنى أن يكون حتى وإن كان هناك زيارة أنها تكون بتخريج غير اللي حصل الآن خاصة أن هناك بعض الأطراف من المجلس الرئاسي ليس لهم علم بهذه الزيارة فموقفنا واضح أن هذه الزيارة إذا كانت هي لأطراف الصراع وأنها ستتلوها زيارات أخرى مع كل الأطراف والخصوم فهذا أمر قد يكون يعني أو قد يساغ أو يستساغ أن يدفع به كمبرر للزيارة نعم طيب بالحديث عن المجتمع الدولي والأمم المتحدة الموقف الأممي من الاختراقات بالاتفاق السياسي لم يكن واضحا وحازما كيف تفسرون ذلك؟ نحن يعني لدينا مثل يقول ما حك جلدك مثل ضفرك وأنا أقول إن لم يكن الحرص الشديد من نحن كأطراف ليبيا فالمجتمع الدولي دوره لا يتعدى الرعاية بالتالي المجتمع الدولي ممتلا في بعتة الممتحدة عبرت عن رأيها صراحة في أنها تلتزم بهذا الاتفاق وبالتالي أما الحماسة لمنع أي اختراق فهذا أمر مطلوب من الأطراف الليبية اللي هي تشعر بحقيقة ما يعانيه الوطن وما نمر به من أزمة خانقة ففي تقديري أن تعبير الأمم المتحدة يعني مقبول ويكفي في هذا السياق نعم طيب ماذا عن تعليق بعض أعضاء المجلس الرئاسي لعضويتهم وآخرها تعليق عضوية السيد العماري ورفض معتيق وكجمان لهذه الزيارة كيف يمكن أن تشكل هذه المواقف تحولا في أسلوب عمد رئيس الحكومة برأيك يعني دعني أولا أقول أن هذه الحكومة ولدت في ظروف صعبة جدا ولعل أكبر ذلالة لكل متابع للشأن الليبي على أن هذا المجلس الرئاسي يتكون من تسع أعضاء هي ذلالة على عمق الانقسام وعلى أزمة الثقة الموجودة وبالتالي على كل من يتناول الشأن العام أن يتفهم الظروف اللي ولد في هذا المجلس وأن يخفض من سقف المطالب ومن سقف التوقعات وهذا ما دعانا أن ندفع باتجاه القبول بمخرجات هذا الحوار وهذه قضية جدلية نحن الآن لا نختلف مع الأطراف سواء لتتفق معنا في الجزء أو لتختلف معنا بالكامل في بعض التوصيف للمشهد الليبي لكن ربما اللي غاب على كثير من المتابعين هو أنه يجب النظر للحالة الليبية نظرة باستصحاب الظروف السائدة وباستصحاب عمق الأزمة وباستصحاب التهديد الكبير اللي يمكن يؤدي بليبيا كدولة أصلا وهذا ما يجعلنا نتحمس وندفع باتجاه ضرورة إيجاد حل هذا الحل لا يكون ربما برقف الصفق ولا نتوقع أن هذه الحكومة ستنهي كل المشاكل ولا نتوقع أن هذه الحكومة ستبدأ في البنية التحتية وستصلح التعليم والصحة الهدف الرئيسي من هذه الحكومة هو أن تجمع الليبيين على جسم واحد يمكننا ربما وضع العرب على السكة وعودة الأمل في ليبيا كدولة واحدة ثم نستطيع بعد ذلك حل حلة باقي الملفات إذا وضعنا أمامنا هذا الهدف ربما نتجاوز على كثير من الأخطاء ربما نتغافر ربما نفوت كثير من القضايا الجزئية والتانوية فهذا أمر مهم جدا بالتالي الخلاف اللي ذكرته المجلس الرئاسي أمام تحدي كبير جدا هو يتكون من تسع أطراف هناك ستة منهم لديه حق النقض أي قرار وبالتالي ربما الظروف اللي جمعتهم ربما لا تتعدى ثلاثة أو أربع لقاءات لا يوجد ربما الانسجام المطلوب داخل هذا المجلس علينا جميعا أن ندفع باتجاه تحقيق شيء من التوافق داخل هذا المجلس وطبيعي ربما نرى أن يصير فيه تعبير عن الرأي وأن يكون فيه انسحاب أو تهديد بالانسحاب وحصل حتى في بداية تشكيل الحكومة وهذا أيضا ما يجرني حتى على الحديث على الحكومة الحقيقة نحن ربما لدينا ما نقول عن الحكومة ولكن إذا حددنا الهدف أن هذه الحكومة ستنهي الانقسام فلا يهم أن تكون هذه الحكومة من 30 وزارة أو 32 نحن تدارسنا مع بعض الأطراف حتى الدولية في يوم وليام السفير الإيطالي يقول في الأزمة اللي مرت بها إيطاليا شكلنا حكومة من 45 وزارة حتى ننهي الاختلاف لكن نجد البعض يعالج في الجزئيات يتحدث على أن هناك مبالغة في الوزارات أو أن ننقصها الكفاءات هذا كلام قد يكون مقبول لكن إذا حددنا الهدف الأساسي والبوصلة الأساسية ربما نقبل ببعض الحلول الضعيفة وبعض الخروقات فنحن لازلنا نرى أنه لا يوجد بديل كل من يعارض هذا الاتفاق الآن وأنا أقولها واضحة لأمام الشعب الليبي فليطرح علينا رأي آخر يكون أفضل منا ونحن لا يهمنا أن نكون رأس في الحق والله ديل في الحق نحن على استعداد أن نكون تابعين لكل من يقدم حل مقبول لليبيا ليست المهمة أن نكون في بداية المشهد أو في نهايته الكثير يتحدث على حزب العدالة والبناء نحن لم نشارك في هذه الحكومة لم نسمي فيها وزراء ولسنا حريصون ولا نريد أن نشارك كحزب لكن همنا الأساسي هو إنهاء الانقسام إنهاء الأزمة نحن عزيز علينا أن نختلف حتى مع إخواننا إخواننا في النضال ضد الدكتاتورية ضد الاستبداد إخواننا في كل المراحل نحن اختلفنا مع أقرب الناس إلينا من أجل مصلحة الوطن ونعتقد أن كل العقلاء للأسف الكتلة الكبيرة الصامتة في ليبيا تؤيد هذا التوجه ولم تجد من المعارضين من يطرح رؤية أخرى من يطرح بديل لهالحل أما أنا سميتها المواقف العدمية المواقف العدمية هي أن تقف صامدا في مكان واحد وتقيم كل الحلول وتجد فيها المطاعن ولا تقدم جديد أنا أقول بكل وضوح فليتقدم من لديه حل ويطرح على الشعب الليبي وإذا كان أفضل من المطروح فسنكون أول المباركين ولا يهمنا هذا الحل يأتي بإسم من وألا حتى نذكر نحن في الحل أو لا نذكر وأنا قلتها وأقولها بصراحة لم نشارك في تشكيلة الحكومة السابقة بأعضاء من حزب العدالة والبناء لسنا حريصون على المشاركة الآن على الرغم مما يقال علينا لكن سيأتي الوقت المناسب اللي إن شاء الله تخرج فيه ليبيا من أزمتها ويدرك الجميع الدور اللي لعبة حزب العدالة والبناء وقيادات حزب العدالة والبناء وكثير من الشرفاء والخيرين والوطنيين وهنا أقول نحن إلى الآن لم نتهم أي شخص في وطنيته ونعتقد جازمين أن الجميع حريص على مصلحة الوطن وحتى من وجه إلينا النقد والسب والشتم والخيانة نحن نعتبر أن هذه من دوافع الحرص وحب الوطن وربما نتجاوز هذه المرحلة نعم طيب باستمرار الحديث عن المادة الثامنة والتي أثرت الكثير من الجدل في حالة تعنت الطرف الآخر بالتمسك بتجميدها من الاتفاق ما الموقف الذي تعتقد بأن حزب العدالة والبناء سيتخذه حينها؟ نعم نحن أصدرنا بيان بالأمس وقع عليه تقريبا عشرة أو اثناش من الشخصيات الوطنية التي شاركت بفاعلية في الحوار وربما كثير من المشاركين في الحوار لم يصلهم فكرة البيان لأنه كان مستعجل ونحن حقيقة أحببنا أن نرسل رسالة لإخواننا في طبرق وشركائنا في الوطن وأن نقول لهم يا إخواننا احذروا من المساس بهذا الاتفاق ما تقومون به هو تقديم لمصلحة شخص على مصلحة الوطن ما تقومون به قد ينهي هذا الاتفاق وينهار بالتالي هذا ما دفعنا أن نحن نرسل هذه الرسالة عبر وسائل الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى نعطي هذه الرسالة نحن نقول أن هذا الاتفاق لا يجوز المساس به وملكية هذه الاتفاق للشعب الليبي أولا والأطراف الحوار اللي ساهمت فيه نقطة مهمة جدا أريد أن أؤكد عليها وهي أن البرلمان بعد عشرين عشر حتى بالاعتراف السياسي اللي ناله من المجتمع الدولي لم يعد الجسم الشرعي اللي يمثل ليبيا هو جسم شرعي يمثل ليبيا بناء على الاتفاق السياسي اللي وقع في الصخيرات إذا التزم البرلمان وقبل الاتفاق وأعتقد أنه قبل الاتفاق في جالسة القبل الماضية وتحفظ على المادة 8 وتحفظ هذا ليس له معنى كما ذكرت فنعتبر أن البرلمان إذا أردت أن نضرب مثال أن هذا الاتفاق السياسي كالقطار وأن البرلمان قد قبل أن يركب في هذا القطار بمعنى أنه أصبح جسم من الأجسام التي أنشأها هذا الاتفاق لابد إخواننا في البرلمان أن يتفهموا هذه النقطة وبعدين نحن يا جماعة الآن على ماذا نختلف هل نحن نختلف الآن وظروف ليبيا طبيعية هل نختلف في طرف سياسي أم نختلف في أمور خطيرة جدا ليبيا في مرحلة تحتاج الإنعاش وبالتالي نريد أن نعطي الإنعاش بتوافق حتى وإن كان ضعيف والمسألة ليست مسألة انتصار لموقف أو انتصار لجهة أو انتصار لمدينة أو لقبيلة فيجب علينا جميعا أن نسمو ولعل البعض يظن أننا نزايد بهذا الكلام أو أننا نحتكر الوطنية نحن قلنا أن الجميع يتحرك من منطلق الوطن لكن الحقيقة قد يكون سوء الفهم سبب في دمار الوطن دعونا يا أخوة واقع ليبيا موجود أمام الجميع من يرضيه واقع ليبيا الآن الإرهاب الذي يتمدد الاقتصاد الذي ينهار السلطة السياسية في الطرفين التي تأخر في جسم الدولة سيد محمد في بيان أعضاء الحوار السياسي الليبي اليوم ذكروا أن تصويت المجلس النواب على منح الثقة للحكومة هو إجراء شكلي ولا يحق لأن مجلس نواب رفض هذه التشكيلة ولا التعديل فيها بل يمارس دوره عن طريق حجب الثقة بالتوافق مع مجلس الأعلى للدولة ما مدى صحة ذلك وكيف يغيب ذلك عن مجلس النواب برأيك أم أن هناك تفسير خاطئ للنصوص هذا الاتفاق؟ هذا السؤال جيد ويحتاج إلى بيان تأسيسا على ما ذكرت وهو محل الاتفاق أن هذا الاتفاق قد أنشأ أجساما ثلاثة بالتالي الظروف أيضا التي ولدت فيها هذه الحكومة هل هي ظروف طبيعية؟ بمعنى هل هي تنطبق عليها الأعراف البرلمانية العادية أن برلمان يكلف رئيس حكومة يقدم تشكيلته يمكن تقبل يمكن ترفض إذا رفضت المرة الثانية يسقط رئيس الحكومة هذا هو التقاليد البرلمانية المعروفة لكن هل هذه الظروف متحقة في ليبيا؟ البرلمان علاوثا على أنه قد انتهت مدة باتفاق فبراير ولا يجود التمديد إلا باستفتاء عام أيضا الحكومة هذه لم تولد من البرلمان هذه الحكومة ولدت من أطراف الحوار أطراف الحوار هم أطراف الصراع هذا صح التعبير إذن الأطراف جميعها شكلة هذه الحكومة هل يعقل أن نعطي نتاج هذه الأطراف وصراحها واتفاقها واختلافها وانسلب لطرف واحد نقول لهاك أنت قيم هذا الاتفاق حتما هذا الجهد اللي اشتركوا فيه أطراف الصراع لن يعجب طرف واحد بالتالي الظروف لابد يفهموا إخواننا في البرلمان أن الظروف ليست عادية وليست اتيادية وبالتالي هذه الحكومة تعتبر حكومة رسمية شرعية مجرد توافق أطراف الحوار عليها وأنا قلت بصراحة بعد فقدنا الشرعية أصبحت الآن وأنا هذا مرضوع قد يطول إذا سألتني على قناعاتي الخاصة أنا أقول لك أن هناك شرعية سياسية للبرلمان قد انتهت ممثلة في المجتمع الدولي واعترافها وهناك شرعية دستورية وفقا لحكم المحكمة موجودة إلى الآن للمؤتمر الوطني وأنا من المقتنعين بهذا لكن نحن وصلنا إلى نقطة أن هذه الشرعيتين ليست محل اتفاق وبالتالي أصبح معاش عندنا شرعية يجتمع عليها الليبيين إذن قد استدارت الظروف كهيئتها يوم أن تأسس المجلس الانتقالي المجلس الانتقالي تأسس ونال توافق الليبيين والمجتمع الدولي ممثلا في المجلس الآمن اعترف به وأصدر فيه بيه الآن انتهى البرلمان في عشرين عشرة المؤتمر الوطني غير معترف به للأسف دوليا أطراف الحوار يمثلوا تمثيل غير كامل وخلي نقولها بكل صراحة كثير من الناس يقول لك من هم أطراف الحوار لكن أقول من هو المجلس الانتقالي المجلس الانتقالي في يونام تشكل بطريقة توافقية وليست ممنهجة وبالتالي الآن نحن أشبه ما نكون بهذه الحالة أطراف الحوار ممثلة في المؤتمر الوطني في البرلمان كجسمين رئيسيين وللأسف حتى البرلمان والمؤتمر الوطني كأجسام لم تشارك في هذا الاتفاق كأجسام أقصد شارك ممثل عن المؤتمر الوطني رئيس لجنة الحوار ورئيس لجنة الحوار من البرلمان وأخذوا التزكية بالتوقيع من العضاء لأن البرلمان للأسف رئيس البرلمان نفس سلوك رئيس المؤتمر اتفقوا على تعطيل الجسمين فنحن إذن الآن قد رجعنا إلى شرعية وفقية اعترف بها المجتمع الدولي أنت سألتني على الحكومة نفس الشيء إذن هذه الحكومة هناك نص يشير إلى أن هذه الحكومة تعرض على البرلمان للمصادقة وهو في المصطلح القانوني إجراء شكلي إجرائي كاشف وليس إنشائي بالتالي لا يعتقد إخواننا في البرلمان أنهم هم يعني يرفضوا الحكومة وغيرها وأنا أقول وقلت هذا لو أن رئيس المجلس الرئاسي أو المجلس الرئاسي تمسك بالتشكيلة للحكومة 32 فإن هذا من الناحية القانونية ووفق للاتفاق فهو نافذ لكن أنا تناقشت حتى مع السيد رئيس المجلس الرئاسي وهو يرى أن هذا فعلا قد يكون صحيح لكن هو يريد أكثر توافق يريد أن البرلمان يمرر الحكومة ويمكن يقبل رد البرلمان لهذه الحكومة كتوصية كنصح والآن ربما المجلس الرئاسي يعكف على إعادة النظر في تشكيلة الحكومة لكن أنا أعلم ماذا لو رفضت الحكومة من البرلمان في المرة القادمة إذا اعتبرنا أن رفض البرلمان ملزم بعد ذلك حسب الأعراف البرلمانية ينهى تنهار المجلس الرئاسي المجلس الرئاسي أصلا ظروف اللي ولد فيها لم ينشأ القضية معقدة جدا وبالتالي هذه نقطة مهمة جدا يجب أن نتفهمها وأن لا نأخذ الموضوع هو قضايا خلاف وأنه قضايا انتصار للرأي أهي قضية هشة قضية يعني صعبة ومعقدة وأنا للأسف لاحظت أن يفتي في هذا الموضوع كل من هو يعني ربما يدرك أو لا يدرك هذه المسألة فالقضايا حقيقة والخطاب موجه لأعضاء المؤتمر الوطني ولأعضاء مجلس النواب وموجه لتوار وموجه لكل أبناء الشعب الليبي الصمت الحقيقة الآن غير صحيح يجب علينا فعلا أن نعبر عن رأينا ويجب علينا أن فعلا نتعقل وننظر للمصلحة العليا لأن الوطن سينهار يعني كل الجهود اللي بدلناها كل الدماء كل الشهداء كل تضحيات الشعب الليبي وأنا أقول إذا أردنا أن نؤسس لقصة أو لتاريخ سردي للليبيين نحن كليبيين يعني تلقينا صوت الاستبداد كلنا سواء حتى من كان مع نظام القدافي كان يحلم في يوم وليام أن يتغير هذا النظام لكن عندما وجد أن هذا التغيير لا يحقق الطموح لا يحقق الحد الأدنى فأنت لا تستطيع أن تلزم المواطن العادي بأفكارك أنت الطوبوية هذا المواطن العادي يريد الحياة يريد الكهرباء المياه الصحة الاستقرار علينا أن ندرك هذا الموضوع علينا أن نساهم نحن في وطن ربما إذا استقر يربح الجميع إذا استقر يكسب الجميع لا نريد أن نضع من 17 فبراير التي هي نقطة تغيير أن نضحها أنها مسألة نخون لهذه نقطة تغيير وكان فيها أهداف من وراءها وإذا لم تحقق هذه الأهداف إذا دخلنا في صوملة أو دخلنا في كده إذن كل التضحيات ضيعناها بسلوكنا بالحديث عن الاتفاق هل لديكم تواصل مع جميع الأطراف الموقع على الاتفاق السياسي ربما لتقريب وجهات النظر نحن الحقيقة شغلنا الشاغل هو التواصل مع كل الأطراف ونحن لا نترك فرصة للاتصال بأي طرف من الأطراف ونحن في حزب العدالة للبناء اتخذنا قرار قديم أننا سنتواصل مع كل الليبيين في أي مكان في داخل ليبيا وخارجها من المخالفين ومن المؤيدين من كل الجهات نتواصل لأجل حل حلة مشكلة ليبيا وأنا موجود في تونس الآن وقبلها كنت في مكان آخر كل من أجل التواصل وتقريب وجهة النظر حتى بين أعضاء المجلس الرئاسي حتى بين أعضاء فريق الحوار فنحن ما نقوم به هو تقريب وجهات النظر هو محاولة لملمة هذا الشتات ولا ندعي أننا نقوم بهذا منفردين نحن نؤدي ما نستطيع وربما هناك جهود خيرة كثيرة في هذا المجال نعم طيب هل تعتقد أن أطراف الحوار الذين بعضهم طالب بعقد جلسة لمناقشة آخر التطورات هل تعتقد بأنهم سينجحون في عقد هذه الجلسة وما الذي تتوقعونه منها الآن نحن خاطبنا بعتة الأمم المتحدة وطلبنا عقد جلسة سريعة وعاجلة لتدارس هذه الأوضاع وطبعا حسب الاتفاق من حق أي طرف من أطراف الحوار أن يدعو إلى جلسة واليوم ربما تم التعميم على كل الأطراف وتمت الدعوة إلى جلسة ربما تعقد الخميس خلال الخميس أو قبل بيوم أو بعد بيوم والغرض من هذه الجلسة هو محاولة لملمة هذا التصدع ومحاولة وضع النقاط على الحروف ومحاولة مساعدة الحكومة في كيفية تبصر المرحلة القادمة فالآن كما ذكرت أمامنا التحديات أمامنا هذه الحكومة قبل المجلس الرئاسي أن يعيد النظر فيها فهل إذا تم تشكيل الحكومة هل تعرض على مجلس النواب ويجب أن يفهم مجلس النواب أنه يمرر هذه الحكومة وهذا التمرير إجرائي شكلي قد يعطي بعض الملاحظات تأخذك من باب النصح لكن نحن لسنا في مرحلة عادية ولذلك كانت مبادرة من بعض الأطراف أن ندعو الأمم المتحدة أن تجمع كل الأطراف وأن نتشاور وأن نتفق وأن نوحد البوصلة من جديد لعلنا نعمل إنقاذ للمرحلة في هذه الظروف الصعبة ما هي إمكانية قبول المؤتمر الوطني أو رئاسة المؤتمر الوطني عندما نتحدث عن حكومة الوفاق والاتفاق السياسي ما هي إمكانية قبول رئاسة المؤتمر الوطني للاتفاق السياسي ودخول الحكومة لطرابلوس هل هناك أي مساعي في هذا الاتجاه وما هي النتائج المرجوة إذا تمت الموافقة كذلك في حالة الرفض ما هي السينيروهات المتوقعة من قبلكم ونقولها بكل صراحة وربما يشاركني كثير من العقلاء وأنا رأيت حتى من أشار وكتب هذا الكلام نحن نخاطب صوت العقل في إخواننا في طرابلس سواف المؤتمر الوطني أو غيره نخاطبهم وكنا نتمنى أنه عندما أعلن عن تشكيلة هذه الحكومة أن يبادر ولي المسؤول المؤولات الأمر المتنفدين القيادات السياسية الممانعين لهذا الاتفاق ونحن أبدينا استعدادنا أن ندخل كوسيط بين المجلس الرئاسي وبين المؤتمر الوطني وبين الأطراف الرافضة بحيث أن يتفضل المؤتمر الوطني والممانعين فيه أن يقولوا ما هي تعفضاتهم يضعوا ما هي التعفضات ما هي المخاوف ونحن نستطيع أن نمهد هذا الأمر وبالتالي هذا الأمر يجنب يعني الآن ماذا يخسر هؤلاء لو جعلوا الفرحة يشعر بها الشعب الليبي ولو أعلنوا وقالوا نحن لدينا فقط تحفضات لدينا شروط تفضل المجلس الرئاسي العاصمة عاصمة الليبيين كلهم وهذا الاتفاق حتى وإن كنا لا نرضى عليه بالكامل لكن عندنا تحفضات في الترتيبات الأمنية عندنا بعض الشروط نضحها أمامكم إذا قبلتم بها فنحن نهيأ لكم الأمر أليس هذا يفرح الشعب الليبي؟ ألا يضمد الجراح؟ ألا يرجع الأمل في الوطن الواحد؟ لماذا هذا التخوف؟ لماذا يعني؟ هل يوجد حل بديل؟ كنا نتمنى وأنا إجابة عليه سؤالك أطرح هذا الآن الآن الحكومة هذه حكومة يعني دعك من كلام حوار ليبي ليبي ونعيح حكومة ويصاية وهؤلاء ليبيون أبناء عائلات ليبية حتى حكاية أن هذه الحكومة تم تسميتها من المجتمع الدولي هذا غير صحيح من سمى رئيس الحكومة وأطرافها هم ليبيون حتى وين اختلفنا معهم فنحن لا نشكك في هؤلاء في أنهم ليبيين ووطنيتهم لكن ربما كفاءتهم هذا أمر نسبي فنحن الآن كما ذكرت وأنا أعيد عليك السؤال وعلى المشاهد وعلى كل العاقل الآن لماذا لا يفسح المجال لهذه الحكومة؟ ولماذا لا تعطى فرصة؟ وعفوا والمتخوفين والمتخوفون من الحكومة لماذا لا يضعوا شروطهم؟ لماذا لا يقولوا نحن نتخوف من هذه الحكومة لأن فيه واحد اثنين ثلاثة أربعة تتعلق بالترتيبات الأمنية بكذا وبكذا وبكذا ونحن بعد ذلك نقبل هذه الحكومة أما هذا الرفض اللي لا يقدم أي حل ولا يقدم أي بديل أنا أقول أنه سيدفع تمنى للأسف المواطن وسيدفع تمنى كل من هو يعني يسكت الآن لأن القلة التي تتحكم في المشهد الليبي وتمانع ليست لديها حل وسوف تنفض وتتنكر لهذا الموقف عندما يعني لا سمح الله تفلت الأمور ويحدث الانهيار الكامل وأنا نقول الآن أنا أحمل المسئولية التاريخية لهؤلاء أنا وكل من يدعو إلى هذا الحل نجتهد في أن نوجد حل قد يكون ناقص قد يكون ضعيف ولكن حسبنا أن نجتهد لحقن الدماء للمصالحة لرأب الصدع لتحقيق سيادة ليبيا وعلى من يرفض أن يقدم لنا البديل ويقول لا هذا الحل اللي جبته غير صحيح وأنا لدي البديل طيب هناك حديث أيضا سيد محمد عن تدخل أوروبي أمريكي محتمل في ليبيا ما هو رأي حزب العدالة والبناء في هذا التدخل العسكري إن صحت هذه المعلومات نعم التدخل العسكري في ليبيا مرفوض من الليبيين إجماعا نحن عندما كنا محتاجون لدعم المجتمع الدولي لإسقاط القدافي وأنا أتذكر هذا وكنت من الموجودين في المشهد السياسي والعسكري في طرابلس فترة بداية التورة كان شرطنا الوحيد أنه لا يكون هناك تدخل عسكري على الأرض الآن التدخل العسكري مرفوض والآن المجتمع الدولي يدفع باتجاه إيجاد حكومة واحدة لمنع التدخل الأجنبي حتى تتحمل هذه الحكومة مسؤوليتها في طلب الدعم المسلح والدعم بالسلاح وفي الدعم اللوجستي والفني والاستخباراتي وبالتالي نحن الحل أمامنا هو إيجاد حكومة لنمنع أو لكي نمنع التدخل العسكري علينا أن نوجد جسم يجتمع عليه الليبيين هو يطلب الدعم بالسلاح وبغيرها أما إذا استمر هذا التشضي وهذا الانقسام فالمجتمع الدولي يرى أن ليبيا للأسف أصبحت تشكل خطر على دول الجوار وبالتالي لن نستطيع نحن نرفض أي تدخل لكن لن نستطيع في تلك الفترة أن نتحدث مع العالم ونقول لهم نحن أحرار ونصدر لكم الهجرة غير شرعية ونصدر الإرهاب ولا نريد أحد وبالتالي نحن نقول أن التدخل مرفوض ولكن علينا أن نسارع بتوحيد صفوفنا على الحد الأدنى حتى نمنع هذا التدخل سيد محمد بإجاز دعا سيد صالح المخزوم أطراف الحوار للنظر في الخروقات كما سمها أولا ما هي هذه الخروقات وثانيا هل وصلتكم دعوة للحوار في هذا الموضوع نعم نحن وصلتنا دعوة مبدئية في الحضور للحوار يوم الخميس وأبدأنا استعدادنا للحضور وأظن عمومة على كل الأطراف أما ما يتعلق بالخروقات فالخرق الأساسي اللي ربما يطرح والذي ذكرناه الآن وعطيناه حق من الحديث وهو التعديل المادة الثامنة بعض الخروقات الأخرى تتعلق ب عدم تشاور المجلس الرئاسي مع أطراف الحوار في تشكيلة الحكومة كما ينص الاتفاق وأنا هنا أقول بكل صراحة لا ألقي اللوم لا على المجلس الرئاسي ولا على أطراف الحوار أقول أن التشاور المنصوص عليه في الاتفاق يعني على المجلس الرئاسي أن يتشاور مع أطراف الحوار أثناء تشكيل الحكومة هذا التشاور في تقديري لم ينص الاتفاق على أنه تشاور ملزم بمعنى أن أطراف الحوار لا بد أن يمرروا هذه الحكومة ولكن أعتقد أن التشاور بالمصطلح الذي منصوص عليه هو التشاور في عدد الحقائب في المعايير الأساسية في رؤية الحكومة وبرنامجها نحن للأسف الحكومة لابد أن يكون لها برنامج ولو مصغر فبالتالي يمكن الآن يتم تفادي هذه النقطة من خلال لقائنا في الخميس القادم وهو أن عدالة والبناء شكرا جزيلا لك ونعتدر لمقاطعة ولكن لضيق الوقت شكرا جزيلا لك إذن مشاهدين مستمرون في هذه التغطية ولكن نتابع بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة